دائماً نحن نحكي معركتنا مع الاحتلال هي معركة وعي بالمقام الأول ومرحلة الجامعة لها نحكي هي مرحلة مش بس اللي بتدرس فيها دراستك بتحضر محاضراتك وبترجع للبيت لا هي المرحلة اللي انت بتبلش تشكل فيها وعيك بشكل أكبر تتوسع مداركك للأمور من حولك وعلى رأس هاي الأمور لازم تبقى يعني تبلش توعى فيها أكثر وتتثقى فيها أكثر هي أمور القضية الفلسطينية سواء على ناحية تاريخية أو عمل اللي بصير حالياً يعني قدامنا في غزة وفي مدن فلسطين كلها فإحنا في الجامعة اشتغلنا على محور الثقافي تحديداً من خلال عدد من الفعاليات عدد من الأنشطة ومن خلال شغلنا الإعلامي بأنه نزيد وعي الطلاب في القضية وخصوصاً إحنا هون في الأردن عم نحكي يعني الأردن من 76 سنة من يوم النكبة لليوم كان قضيتنا الأساسية وقضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية فإحنا كطلاب جامعات اشتغلنا على سلسلة من الأمور عشان نزيد هذا الوعي لأنه للأسف يعني خليني أكون واضح شوي يعني بنسبة عالي خلييني نحكي عم يوصل الطالب للمرحلة الجامعية وهو عنده بس رؤوس أقلام أو أشياء أساسية بس عن قضية الفلسطينية ما عند رفهم الكامل عنها؟ مية بالمية مش من مرحلة الطفولة نبلش يعني إسماعيل عم نشوف بعض من المواد عن النشاطات يلي عملتوها طبعا أكيد وجهة النظر الخاصة فيك عم بتكون الحلو فيها أنها عن الجامعات الأردنية تحديدا هلأ أنتوا كمجموعة طلاب وبالتعاون مع الأقسام المعنية بجامعاتكم إيش هي النشاطات بالتحديد يلي عملتوها وكيف شفت إقبال الطلاب؟ هلأ إحنا اشتغلنا مجموعة كبيرة من النشاطات سواء الميدانية أو الإعلامية من خلال صور وفيديوهات عملناها في الجامعة بس يمكن اللي عم بينا عرض قدامنا هون على الشاشة هو جزء من فعالية غزة النصر والتضحية هيك سميناها الفعالية كانت تنقسم لأكثر من قسم هي كانت على شكل بوثات خلينا نحكي في الجامعة في ساحة الجامعة كنا عم نحكي فيها عن يوم 7 أكتوبر اليوم نفسه والأحداث والمشاهد اللي كلنا ما بننساها واللي شفناها بعد هيك حكينا عن معاناة أهلنا في غزة وحجم الدمار اللي صاير واللي لامس الجامعات والمدارس والقطاع الصحي وغيره من المباني بعدها كان في عنا جزئية كنا عم بنجيب الشخص بنعطيه سماعة وبيسمع من خلالها تقريباً دقيقة أو دقيقة ونص لحظات ما قبل قصف أحد المنازل صوت العيلة وصوت الأطفال والصوت اللي عم بيصير وفي أثناء لحظة القصف عشان نحس شوي من المعاناة اللي الناس عم بتعيشها من 220 يوم وأكثر تقريباً وبعد هيك كان في عنا أركان بنحكي فيها بنبشر الناس بالنصر القريب إن شاء الله اللي كلنا بنتأمل فيه وختاماً لما يخلص الطالب يعني جولة يخلينا نحكي في الأركان أو في البثات اللي كانت موجودة كنا نعطيه زي استيكر أو إشي تذكاري يحطه على دفتره على اللابتوب على تلفونه بحيث أنه يظلم يتذكر هذا اليوم ويظلم يتذكر الموضوع اللي عم نحكي فيه أكيد إسماعيل يمكن عن التجربة اللي حكيتها قبل شوي إنه بتحط سماعات للطلاب كانت تجربة بحس لو شو ما كانت تجربة إحنا مستحيل ولو واحد بالمئة نحس باللي عم بعشو أهلنا بغزة طيب كيف في اليوم بتشوف اهتمام الطلاب بالقضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر هل بحس إنه زاد اهتمامهم أكتر بالقضية الفلسطينية عن قبل صار في وعي أكتر بالموضوع؟ أستريد أن أقول شيء قبل، نحن أنشططنا في الجامعة وفعالياتنا في الجامعة هي مش بس من 7 أكتوبر هي أنا صاري سنتين ونصف في الجامعة وإحنا من أول يوم إلي في الجامعة وفي ناس قبل من سنوات برضو كانت عم تشتغل على هذا الجانب وإحنا أكثر ناس لمسنا تفاعل الطلاب ومدى الإشي اللي فرق مع الطلاب من بعد 7 أكتوبر واللي صار فيه يعني حتى على مستوى بديش أحكي بس على مستوى حضورهم لفعالياتنا وتفاعلهم معنا حتى النقاشات الداخلية اللي جوى الجامعة زمان كنا نقعد نحكي بموضيع مختلفة اليوم لأ صار عم نقعد شفت الفيديو الكذل اللي صار مبارح شفت اللي بعتلك ريل مثلا إحضر شوف فصار الوعي أكبر وصار فيه متابعة أكبر وهذا الشيء يعني فعاليا عم نلمسوا في الجامعة وزي ما حكيت قبل شوي يمكن منظر الكوفيات في الجامعة فعاليا هذا المنظر أنا اليوم شفته صراحة يعني بأكتر من جامعة بالأردن بس بحب أسمع تعليقك هو منظر مفرح لإلنا أول إشي وهو التأكيد الأكبر على رواية أنه الكبار نعمات ولكن الصغار من المستحيل لهم ينسوين زي ما حكينا يعني المقولة الصهيونية أثبتت فشلها يعني الأجيال الجديدة لم تنسى طيب خلين رب نفس المحور ولكن عن الرسالة يلي لازم يعملها الطالب أو كيف بيقدر يوصل رسالة بما يخص فلسطين تحديدا والأحداث المتتالية ما هو مطلوب من الشاب الجامع اليوم؟ أنا أرى مطلوب منه يعني التثقف التاريخي مطلوب تمام؟ بس أنا بدي أتحدث عن اليوم إحنا اليوم ليس مطلوب منك تكون موسوعة بالمعلومات قدمها مطلوب منك أن تكون متابعة على الأقل واعب اللي بصير حولك يعني ليس منطقي أنك في عمر 20-22 سنة طالب جامعي ما تكون بتعرف شو يصير في غزة خصوصاً فترة زي هاي يمكن هاي رسالتنا الأكبر وبدي أحكي إشي يعني إحنا يمكن معلومات النكبة والنكسة كنا عم نسمعها من أبائنا ومن أجدادنا قبل هيك فإذا إحنا موم تابعين اليوم ومش عم نقرأ ومش عم نحضر كيف إحنا رح نوصل المعجزات اللي عم نشوف في غزة من 220 يوم وأكثر لأولادنا ولأحفادنا في المستقبل